ناس كتير نفسها ومونى عنها ان عنها تبقى سليمة ونظرها تمام التمام لان ضعف النصر بيسبب لهم مشكلات كتيرة وممكن يأثر على مستقبلهم طيحي مستقبل طيحي مستقبل اخشي الحربية زمان كان موضوع جراحات العيون مؤلئ ولما تقول لحد انت هتعمل عملية في عينك ييجي في باله على طول فيلم انديل مهاشم وانه ممكن يعيش اعمة العمر بسبب العملية مشايفة 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 لكن الحقيقة غير كده تماما اهلا بكم بلا شك ده كان الفكر القديم كانت الناس في دمخها حاجات كتيرة عن جراحات العيون دلوقتي طبعا الحمد لله قدرنا ان احنا نفهم ناس كتير قوي انه جراحات العيون ليست كما كانت بل اصبحت اكثر تقدمية بشكل كبير جدا لكن خلونا نتكلم على الموضوع ومشكلة من المشاكل الهمة جدا مشكلة انه احنا موضوعنا النهاردة هو ان احنا عسنا مقرأ ايوة احنا مشكلتنا النهاردة هي النظرة القرائية ان انت لازم عشان تشوف اي حاجة لازم تلبس لها النظرة انتخاله بقى او حد عبال ما يبص على اي حاجة لازم يعمل كده وبعد نخلص اللي هو عايزه فبيقلع كده وبعد يرجع تانية هيبص على ورقة تانية فلازم يعمل كده وبعد نخلص فيقلع كده موال والنظرة دي لو واعت منه في حتة طبعا النظرة دي تقامل بدور مهمة دلوقتي لو راحت منه او اتكسرت او حاجة زي جدا خلاص حياته توقفت خصوصا لو كان موظف بانك او كاتب او بيحب القراءة او انسان هو في حد بيستغنع القرائية يعني هو ماشي هيبص على اي حاجة على رسائل الموبايل بتاعته شعب يراها الا بالنظرة القرائية هل ممكن الآن نتخلص من نظرة القرائية هذا هو السؤال الذي يفرض نفسه على الاحداث وخصوصا عندما نعرف انه كل الناس هتحتاج لنظرة قرائية كل الناس في سن ما سن معين هتحتاج لنظرة قرائية الموضوع ايه اوله و ايه ابعاده ده هيكون حواري مع القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير جدا في عالم جراحات العيون والاسم اللامع في عالم جراحات العيون وطبعا طبعا هعمل برضو مع الموضوع كده لازم عشان اقول وبص بقى لكل التايتل اروح عامل كده بس انا حافظ يعني استاذ دكتور طارق بدأوا طبعا استشاري جراحات العيون وزميل جماعة هارفرد واستشاري جراحات العيون وزميل جماعة هارفرد بالولايات المتحدة الأمريكية اهلا بك دكتور اهلا دكتور عيمان وصير المشاهدين انا عمل تمثيلية نطيفة بس دي الحقيقة مش تمثيلية في ناس كتير بتعمل طبعا طبعا دي الحقيقة بس انا برضو قبل من اتكلم في الموضوع ده المقدمة شد تنتباهي جدا فانا عايزة هتارت بشدة اه طبعا الكلام ده كان زمان اه طبعا دلوقتي جراحات العيون دلوقتي بقيت سريعة جدا بتاخد دقايق وبنج موضوع اللي أحبينا نقط يعني او بحقنا بسيطة بسيطة بحقنا اسنان غير مؤلمة على الاطلاق مفيش بقى البنج الكولي ومفيش الغولة رئيسة جراحية بتاع الزمان وتعالى بقى يغطي عينها بسبوع وكلام بتاع الزمان ده خالص لا بالعكس احنا يعني المريض بيغطي عينه بضع ساعات لو حب ممكن يغطيها يعني او ما يغطاش حتى بنعمل عمليات بدون غرس جراحية دلوقتي فترة النقاح فيها قليلة بنعمل نستخدم الموجات الصوتية بنستخدم الليزر جراحات متقدمة جدا نتائجها حيلة قوي غير زمان يعني فوصة يقصص انه هيفكت نظره بعد العملية دي انا بشوف الناس متخوفة جدا بالموضوع ده بس نعمش حقيقي باش بيحصل وفي كتب الجراحة دلوقتي لو بصينا في الطبعات القديمة كنا بنجد ان المضاعفات اللي هي بعد اجراحات اجراحات نسابها اعلى كتير قوي من الكتب الجديدة فالكلام ده انا باعترض عليه وابحب ان نسجله وانا انا باعترض عليه والله في التقرير وانا انا انا في التقرير كانت الناس فكرت انا بحب تخطي بس اعتراض حضرتك تزود الاعتراض يعني بلازم احنا اعتراضينه اعتراض احنا اقلينه انه الناس كانت فكرت كده المفروض انه واقع انه راكدة خالص والدكتور طارق قال النهاردة كلام تأكيدي تاني وطبعا من احد كبار دكاتة العيون في مصر انه الموضوع بقى اسهل بكتير حتى مما انا قلت المريض ما بيعودش كبان في المستشفى او في المراكز الجراحات عندنا معظم مراكز العيون او مستشفى العيون بقى الجراحات اليوم الواحد المريض بيدخل يعمل عملية ويمشى على طول في دقايق يعني انا بعد ما بقى مخلص المريض الاولاني على مان مخلص المريض التاني عملية بتاعته يكون الاولى يروح بيته مفيش وقت خلاص يعني موضوع بقى سريع جدا وغير مقلم على اطلاق الحقيقة عندي اسئلة مهمة جدا السئلة دي الحمد لله لنا تواجد في الدول العربية ودول الخليج على وجه التحديد وماشاء الله ليك تواجد كبير فبعتولي من دول من احد دول الخليج يعني قالوا لي انه نصر رسالة بتقول السلام عليكم دكتور انا سويت عملية تصيح البصر في سنة 2006 وفي سنة 2010 بدأت اني تطعف اكتر فاكتر وانا الان قلبسني الدارة الطبية حوالي اتنون ونص والاخرى اليوسر حوالي تلاتة ونص وهي كل فترة تطعف مالحل يذكرنا بخير هنا في يعني هي المريضة عملية لازك من سنوات من ممكن اكتر من ثمان سنوات ولا حاجة وبتالي نظر بعد كده يقل بالتدريج وبدأت يرجع لها قصر النظر اذا كان عندها قصر نظر بالتدريج انا معاشا كان بتالي كان عندها كم درجة بسيب لا تقول عندها دلاتين ونص وثلاث درجات ونص في هنا سببين السبب الاول انه انه يعني يتكون القرانية بتاعتها كانت قرانية غير صالحة تماما لاجراء العملية زي مثلا بعض القرانات اللي هي بيقال عليها شبه القرانية مخروطية او يعني القرانيات اللي هي بتبقى شوية مططية فيه حاجة يسمعها قرانية مخروطية القرانية فيها بتبرز باستمرار دي بتقوضحة جدا لما بنعمل الابحاث قبل العملية ولما بنجيها ما بنعملش احيانا بيبقى الموضوع فيه يعني لابس احتمال تبقى قرانية مخروطية احتمال لا القرانية اللي رفعها شوية لو تعاملنا مع القرانية دي احيانا يحصل الموضوع ده عشان كده احنا ما بنتعملش مع القرانيات المخروطية او اللي هي ممكن تبقى قرانية مخروطية وبنحرص جدا على كمية التعديل اللي ما بنعمله في القرانية عشان ما نسببش ضعف في القرانية وتحدث الحالة دي فده قد يكون سبب السبب التاني انه بعد ما المريض بيعمل عملية الماء البيضاء يعني سوري بعد ما الماء بعملية الليزك بيصلح القرانية بحيث انها تبقى تصلح قصر النظر او طول النظر الموجود وتصبح القرانية سبتة ما فيش فيها مشكلة اللي تكلمنا عليها قبل كده لكن في عوامل تانية في العين بتتغير وتؤدي لحدوث قصر النظر منها بدايات الماء البيضاء او حدوث الماء البيضاء لما الماء البيضاء تبتلي في الاول بيحصل يبقى فيها يسمعها اندكس مايوبيا يعني قصر مكونات العدسة بتاعت العين تبدأ تزيد شوية تبدأ تتكدس شوية وده يزود الريفريكتر اندكس او معامل الانكسار بتاعت السلعين ويبدأ المريض يحس انه لا انا قصر النظر بتاني رجع لي تاني ده بسبب عملية الليزك لا مش بسبب عملية الليزك بسبب انه فيه تغيير فعل السلعين ثم بعد كده قد يتطور الموضوع لحدوث ايه الماء البيضاء بدايات الماء البيضاء ثم الماء البيضاء فقد يكون هذا الامر هو عند الاخت السعيلة في الحالة دي بنصحها انها تفحص كويس لانه ممكن لو كان فيه فعلا ماء البيضاء ممكن علاج الموضوع ده بانك تشيل الماء البيضاء وتحط عدسات ودلوقتي بها عندنا عدسات سمها العدسات المتعددة للبؤر او المتغيرة او العدسات المتكيفة عشان تغني المريض عن نظارة المش ونظارة القراءة هتتخلص من درجتين تلاتة بانها تحط عدسة مصبوطة وكمان هتتخلص من نظارة القراءة بالعدسات المتعددة للبؤر او المتكيفة او متغيرة فدي حلول ممكن تتعامل عندها والفحص مهم جدا نشانها في الحالة في حالة تانية هتجوريني لطلب احنا بنقول الحالة دي هطلب من حضرك طلب الحالة بتقول اختي اجرت عملية تبديل عدسة بسبب ضاعف نظارها بعد العملية واصبح نظارها جيد للرؤية البعيدة فقط اما نظارها للرؤية او للقراءة القريبة فانه اصبح سيء جدا واصبحت الان ترتدي نظارة سميكة جدا للقراءة والكتابة فما هو الحل عملية عملية تبديل عدسة مية بيضة مثلا اه اه بسبب ضعف نظارها بعد العملية او ممكن تكون عندها قصر نظر شديد مثلا ففي الحالة دي من ضمن الوسائل مش كل حاجة بتعمل لازك يعني احنا عندنا انا كان في لي مقالة من بذل سنوات يمكن من عشر سنين اسمها اللازك وبدايلو لانه كان في الوقتها الناس بتادي تتكلم على انه انا عندي قصر نظر مهما كانت درجته انا عايز اعمل لازك يجيلك المريض عنده خمساشر درجة ماينفعش تعمل لازك او قرنية بتاعته رفايع ماينفعش تصلحها حتى كست درجات مهما فماينفعش عشان ما ندخلش في مشاكل فالمريض يبقى في دماغه انه فيه لازك فقلنا للناس ان فيه حاسمها يا جماعة اللازك صحيح لكن فيه بدائله اللي هي تؤدي للغرض اللي هو التخلص من ضعف الابصار طول نظر قصر نظر فهنا بنقول للمريض ان انت يمكن تكون عملت حاجة من حاجات دي انك شلت غيرت عدسة العين وحطيت عدسة تانية عشان تصلح لك قصر النظر انما بعد العملية بقى حصل ايه ان عدسة العين الطبيعية اللي احنا شلناها دي كان عندها قدرة على التغيير على التكيف لما حاك تبص الحاجة قريبة اللي عدسة تغير ابعادها وقوتها بحيث ان انت تقدر تشوف الحاجة القريبة لو بصيت الحاجة بعيدة العدسة برضو تغير قوتها ده مش موجود في العدسات اللي بنزرحها التقليدية فعشان كده بقى حاليا في عدسات بيسموها المتعددة البقر المالتي فوكل او المتكيفة او المتغيرة الأكوموديتف فانا في الحقيقة عشان اجاوب على السؤال ده احب ان الاخر انا عايز كمان حضرتك يعني تورين تشريح العين بزبط اه انا عايز ما هو ده كان للطلب بقى لان انا عايز افهم العدسة دورها هي ايه بديلة للقرانية اللي فيها المشاكل بزبط خلينا نشوف تشريح العين شكله ازاي او العين شكلها ازاي عشان نفهم المشكلة هنا ايه ده مصدر العين وعين مكوانة من الصلبة اللي هي البيضة دي والصلبة تحتها في حيات يسمها المشيمة طبعا دي عدسات العين عضلات العين بتحرك العين دي المشيمة اللي هي بتغزي الشبكية داخل العين ودي القرانية اللي احنا شايفينها بنشاول عليها وانسان العين او البقبق اللي بتدخل منه بيدخل منه الضوء ثم الضوء ده يتجمع بعد كده ودي عدسة العين اللي وراء الانسان العين يدخل منها الضوء ويتجمع في المركز الابصار في الشبكية يشبه عمل البقبق ده عمل الايه ده فراجم اللي موجود في العدسات بتاعت الكاميرات يعني وده مقطع في العين قرانية وراها الانسان العين اللي هو القزحية الملونة ثم عدسة العين والجسم الزجاجي وراهم في الحقيقة ده تشريح العين طب ده يعني هيكون أبسط وأحسن نفتحه بس كده هو لإنه هو بيبقى صعب في الفتح ده نموزج مجسم للعين بس طب ده دايما بناجد صعوبة في فتحه طيب الحمد لله فتحنا طيب طيب هنبدأ نقول أن دي لو كاميرا معنا كده بعد إزنا حضرين الكاميرا معنا دي تاني الصلبة الباب بتاع العين ودي مهمة جميعا لأن دي المنطقة الجزء الغلافش القوي بتاع العين اللي بيخاء يدي العين منظرها وشكلها وده اللي بتتصل بيه عضلات العين اللي مسؤولة عنها تحرك عيني مين وشمال ولو حصل حاول نتعامل مع العضلات دي عشان نصبط الحاول ونصلحه تاني تحت لو احنا بقى شلنا الصلبة دي داخل الصلبة في حاجة اسمها المشيمة وسمى الجسم السمى الشبكية وبعدين احنا همنا بقى في الموضوع بنتكلم عليه أن فيه قرنية العين ده الجزء الأمامي من الصلبة هو جزء فعلا من نسيج الصلبة بس ليه هو يعني شفاف تركبته ربنا صحوه وتعالى عامله نسيج غير مائي الألياف فيه يعني ايه غير مائي غير مائي ما فيهوش يعني فيه دهجورجنس يعني يعني دهجورجنس 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 يعني المائي ممكن تعمل غباشة بالضبط عشان كده نلاحظ أن بعض الناس اللي عندهم مشكلة في القرنية يعنيهم تزرق شوية والمائي الزرق القصة اللي فاكريك مائي الزرق بسبب ارتفاع الضغط العين اللي يؤثر على القرنية ويحدث فيها يعني يعني يعلل الهدرق بتاعها أو يخليها تحتوي على محتوى مائي وتبدأ تزرق يقول لك عشان كده ميا زرق فالقرنية دي جزء من نسيج الصلبة إنما ربينا صحوه وتعالى عامله غير مائي عامله كمان الأنسجة فيه مرتبة بتركيبة معينة بحيث أن الضوء ما ينكسرش عليها وتبدأ القرنية شفافة مع أنها جزء من الصلبة لكن دي إرادة ربينا صحوه وتعالى شفافة وراء القرنية نجد نسيج النسيج ده بيبقى ملون سواء أخضر أزرق أسود حسب كمية الصبغ اللي موجودة فيه الصبغ لو قليل هو الصبغ اللي موجود والنسيج ده يبقى قليل بقى القرنية هيتبقى هيتبقى القزحية خضرة هيبقى أكتر شوية هيتبقى بوني هيتبقى سودع بعد كده لو أغمى أكتر ووجود جواها فاتحة صغيرة بيسموها إنسان العين دي اللي بتنظم دخول أو البقبق يعني اللي بتنظم دخول الضوء زي الديفراج متاع الكاميرا اللي بيدخل زي بالزبط العدسة بتاعت الكاميرا أو حدس اللي هو المدخل الكاميرا المدخل أو الحجاب الحجاب ده اللي بيدخل الضوء وده بيليو علاقة بكمية الإضاءة يعني بالليل نلاحظ أنه البقبق ده بيتسع عشان يدخل كمية ضوء كتيرة في الضوء الشديد البقب بيقل عشان يدخل كمية ضوء صغيرة ما تأثرش تأثير سلبي على الشبكية المخدرات بتلعب دول مهمة في البقب طبعا بيغير نحن نقدر نعرف إن شخص المتناول المخدر أمن البقب وسعب برضو بنعرف حالة المريض حالة إذا كان دخل في غيبوبة إذا كان لا قدر له فيه بدأ يسخل في مشاكل كتيرة حالة الوفاة بنقدر نعرفها عن طريق البقب نجي بعد كده وراء البقب ده اللي بدخل الضوء الضوء بعد كده يعدي على إيه العدسة بتاعة العين والعدسة دي شفافة طبعا والعدسة دي في الحقيقة عاملة زي العدسة اللي بنشوفها في أي حاجة تانية بتبقى دي اللي هنتكلم فيها نهذا التفصيل العدسة دي بتبقى لو ناخد بالنا شكلها بيسموها إيه نعرف من الخلف بزيط العدسة دي بتغير قوتها يعني عدسة العدسة اللي بنشوفها في الكاميرا ولا في أي مصباح بتبقى ثبتة لأن التكاور بتاع العدسة بيغير قوتها بيؤثر على قوتها أو بيحدد قوتها لما أنا أحب أخلي العدسة أقوى شوية أكتر التحدي بتاعها لما أحب أقلل قوة العدسة شوية أفردها شوية أفردها شوية العدسة اللي في الحقيقة بتعمل وحدها الكلام ده عن طريق ارتباطها بأربطة موجودة في الجسم مش موجودة هنا طبعا هنشوفها بقى لو حبينا نبص شوفها في الفيلم أربطة دي بتربط عدسة العين بالجسم الهدبي والعضلات الهدبية اللي توحيد بالعين لو شفنا الفيلم تعال نشوف كده حاجة من الحاجات المهمة جدا اللي توريك إزاي بتقرأ لو في حاجة قربت مني دي العدسة يحصل إيه عدسة العين تغير حجمة هكده العدسة يعني العدسة كده لو حاجة بعيدة العدسة بترفع لو حاجة قريبة العدسة بتدخم عشان أقدر أشوف في الصورة على الشبكية فدي ده اللي بيحصل في عدسة العين حسب بعد المرئي يعني المرئي لو بعيدة العدسة ترفع شوف الحاجات اللي بتشد من تحت دي من تحت ومن فوق دي الأربطة اللي هي في الحقيقة اللي بي فوق ده اللحظة يعني فيه عدلات بتقرب وتبعد والعدلات دي مربطة العدسة وبتشد العدسة عن طريق أربطة آآ آآ نشوف الكلام ده بتفصيل أكتر في الفيلم اللي بعد كده أنا ههمني في الحقيقة اللي أنا أشروح الكلام ده لإخوة المشاهدين ويمكن يعني أولادنا في اللي بيدرسوا فسيولوجي وهيعرف ده عبرهم ما شافوا الحاجات دي لأ أكيد العدسة فيها جزء أمامي يسمونه المحفظة الخلفية وجزء خلفي اسمه الكابسولة بتاعتها أول ما الأشرة بتاعتها المحفظة الخلفية اللي هي اللي احنا شايفينه اللي كان أزرق ده لو عدنا تاني ممكن نشوف المحفظة الخلفية وامامية لو سوحتوا نبتدي الفيلم تاني لو فيه إمكانية أهام أول حتة في الفيلم أيها دي المحفظة الأمامية أشفافة وبعدين المحفظة الخلفية دول مهمين جدا في الحقيقة نقولهم بعدين أهميتهم ايه العدسة مرتبطة بالأربطة الصفرة والخضرة دي بالجسم الهدبي اللي هو اللي بارس فوق ده المزرق اللي هو اللي هو بانفسيجي يعني تحت البيانفسيجي في الحقيقة ده الفراسية ده قزاحية هو مزرق لكن donna منك منك اللي هو الجسم اللي عامل زي الهدبي ده عامل ده عامل زي البراميدال شكله شكل اللي عامل ده اللي هي بيسموها إيه ده ده السلوري بادي جوا السلوري العضلات اللي هي الهدبي العضلات اللي هي عضلات لو حصل ان هيا العدوات دي انقبضت ترخي الأربطة الصفرة والبيضة اللي احنا شايفينها دي تقوم العدسة عندها حاجة اسمها العدسة دي شمططة لو انت شددها تتفرد لو انت سبتها ومشددهاش والأربطة رأخد كده العدسة ترجع تاني تتكور طب نشوف كده جماعة تاني الفيديو كده ونشوف ازاي العدسة عندها قدرة انها تتشد وتستعرض نفسها وبعدين ترجع تاني كده العدسة كده ايه تتخنت لان جسم الأربطة دي ثابت بسبب انقباض للجسم الهدبي اوعى عضوات الجسم الهدبي عظيم bonds هي بترفع و اه بايضوية الشكل فده الشغل بتاع الجسم الهدبي ده اللي بيؤثر على الأربطة لمسكة العدسة يخلي العدسة بتاعت العين تدخن أو ترفع حسب بعد المرء وده مش موجود في العدسات اللي احنا بنستخدمها العدسات الصناعية سبحان الله مش موجودة طبعاً القصة دي فاحنا بنعمل إيه دلوقتي بنحافظ على المحفظة الأمامية معظم محفظة الأمامية والمحفظة الخلفية ونفرغ محتويات العام العدسة لو فيه ماء يبيضة مثلاً بنفرغ محتويات العدسة والحط عدسة داخل جوه المحفظة دي العدسة دي قابلة للتعامل والتأثر بحركة الجسم الهدبي والأربطة يعني لو الأربطة دي رخت العدسة دي تقدر تاني تحرك العدسة الصناعية تحرك نفسها وتغير موقعها جوهة العين وده يؤثر على قدرة البصر ويخلي الشخص يقدر في حياة القريبة لو الأربطة دي شدت يبقى العدسة دي ترجع الوضع عمامي شوية وفي الحالة دي الواحد يقدر يشوف بعيد فتغيير في المرء يغير شد على الأربطة وبالتالي يغير في العدسة الصناعية اللي بنسميها العدسة المتغيرة أو المتكيفة ودي عدسات موجودة حالياً حديثة وبدأت تزرع وعمل النتائج كويسة في عدسات أقل شوية في يعني مش بحتاجة الحركة دي بنسميها المالتي فوكالينس أو متعددة البؤر ودي عشان ما نحتاجش للظاهرات ده منظر عدسة متكيفة وهي بتشتغل بقى الأربطة تحركت احنا شلنا عدسة هنا وحطينا عدسة المتكيفة الأربطة تتحركت وتغيرت العدسة بتبدأ تتحرك لورا أو للأمام حسب بعد المرء دي عدسات متكيفة ده الجديد في الموضوع فبالنسبة للأخت اللي كانت بتتكلم أو الأخ اللي بيك أنا والله يعني عملت ماء البيضة أو عايزة أعمل عمالية الماء البيضة طب أعمل إيه عشان أشوف ملبسة نظارة إراية أو أنا بعد العملية بلبسة نظارة إراية كان ممكن يقبدا الحل طيب هنقول إحنا برضو لازم نقول الأخوة يعني طب أنا عملت العملية ومش عايزة أغاير عدسة العين العدسة الصناعية وحط عدسة متكيفة البؤر أو عدسة متعددة البؤر طب أعمل إيه هنا في حلول كتيرة لازم تاني نرجع لتشريح العين ونقول أنه أنا عندي قرانية ممكن أتعامل مع قرانية عشان أحل مشكلة نظارة القراءة وممكن أتعامل مع الصلبة بتاعت العين نشوف تاني هذه القرانية ودي الصلبة يعني القرانية هي جزء الأمامي في العين ممكن أتعامل بس أنا أخليها لآخر حاجة أتكلم فيها لكن هتكلم أقول أنها ممكن أتعامل مع الصلبة اللي هو الجزء الأبيض القاوي ده المغلف للعين بإني أحط حاجة في بعض في جراحة هنا بتتعامل اسمها تعديل صلبة العين؟ بالضبط الأجراحة دي بنتعامل معها مع الصلبة بحيث أن احنا نغير في الصلبة شوية وده بيقدي الأجزاء اللي احنا بيزرحها في الحلقات دي اللي بيزرحها في الصلبة دي بتؤثر على الصلبة وبتخلي الصلبة بتقرب شوية من العين وده بيقلل أو بيغير الشد على الأربطة وبالتالي يدي فرصة أكتر للشخص أنه هو يشوف المرئيات القريبة دي جراحة يعني قدت لبعض نتائج لكن مش نتائج هاي لقوي فابتدوا يفكروا في حاجة تانية أنه هما يتعاملوا مع العدسة بتاعت العين الطبيعية يسيبوها زي ما هي ويحطوا عدسة إضافية بنسميها الأفيكيك مالتي فوكل لينز الأفيكيك مالتي فوكل لينز الفيكيك اللي هي العدسة اللي فيها الفيكيك يعني العدسة بتاعت العين موجودة أفيكيك مش موجودة فهنا بنسيب العدسة بتاعت العين الطبيعية نحن نشيل القرانية وبنحط عدسة أممية بتتركب بشابك في القسحية ودي تدي رؤية جيدة للحياة الريبة والبعيدة مالتي فوكل متعددة البقر لزراعة عدسة وراء القرانية ولا في القرانية يا فن وراء القرانية وراء القرانية ثم يأتي بعد كده التعامل مع القرانية شخصياً طبعا إحنا هقولنا خلاص إحنا نتعاملنا مع الصلبة قلنا إنها مش لك هعمل الحكاية دي أو لسه ثم تعاملنا بعد كده مع إحنا حطينا عدسة إضافية وبعدين نتكلم بقى لإيه زرع الحلقات جوه بنتعام مع القرانية هنزرع بقى حلقات جوه القرانية لو أنا عندي حد عنده قصة نظر طول نظر هنعمل الشريحة بتاعة الليزك أو الإشرة بتاعة الليزك اللي احنا عارفينها قبل كده بالليزر سواء فيمتو ليزر أو ميكانيكا الكراتوم وبعدين نحط الحلقة بتاعتنا الحلقة دي بتقابرة عن شريحة مدورة وفيها ثقب في النص الثقب ده بيأدي لدخول كمية بسيطة من الضوء مش محتاجة انكسار كتير وده بيدينا رؤية جيدة للمرئيات القريبة والجزء الخارجي ده بيساعدني على المرئيات البعيدة ده حل مشكلة أنا شوف الفيلم ده تاني لو سمحتوا يعني شان نشرحه جراعة العدسة جوه القرانية هو ده دايفراجم ده حاجة اسمها كاميرا إنلي ده نوع من أنواع الدفراجم أو بنسميه حجاب هو الحجاب بالضبط دايفراجم كده فينستريت دايفراجم في الحقيقة هو عبارة عن زي عدسة جوه إحنا عملنا الليزر الليزج بتاعنا صلحنا طول النظر أو قصر النظر ثم بقى عندي مشكلة نظرة القرانية حتطلق الحلقة السودة اللي إحنا حطناها دي جوه لين شريحة رفيعة جدا وفيها ثقب في النص دي بتؤدي لتحسن القدرة على القرانية وبقى لين برجع الشريحة بتاعتي يبقى أنا حليت هنا مشكلة قصر أو طول النظر لأي واحد وحلت هنا مشكلة نظرة القراءة لمن هم فوق الإيه الاربعين سنة دا حل تاني اللي في التعامل مع القرانية قبل منطلع للحل التالة هنطلع فاصل قصير ونركع تاني نكمل حلولنا الحلول إحنا وقفنا دلوقتي عند حلول عديدة ومتطورة للتعامل مع مشكلة نظرة القراءة بالضبط اللي هي إن أنا بدايق جدا إن أنا عايز أبص على حاجة فلازم أعمل كده تمام كده ولو نشكل حلو في النظرة دي هنطلع فاصل ثم نعود مرة أخرى لإستكمال الحوار مع القيمة العلمية الكبيرة في واحدة من أهم مواضيع العيون وأصعبها وأقسرها دقة أستاذ دكتور طارق مدوي خليكم معنا إذا أتروح فيها التدام أهلا بكم بلا شك ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة أستاذ دكتور طارق مدوي منوّرنا النهاردة في السوديو أهلا بك دكتور طارق أهلا بك دكتور طارق القرانية واضح إن لها لعب وفيها لعب كتير القرانية دي لتصيح أو لابتعاد عن نظرة الإرائية إنت قلت لنا إن أنا نحط زي شريحة صغيرة جوة القرانية نفسها ممكن تخلينا قدر أستغنع شريحة مواتمة وفيها فتحة في مواتمة يعني دي شريحة مواتمة في ممكن نحط في القرانية برضو عدسات في أنواع من العدسات الصغيرة جداً الشفافة تماماً بقى اللي فاتت الكاميرا اللي دي كانت مششفافة يعني هي عبارة عن دافراج اسمها كاميرا اللي يعني ده اسم التجاري مش هزين الكلمة أشو ما حاجتش يزعر مننا لكن هي عبارة عن دافراج نتفنة شريحة حلقة رفيعة جداً وفيها ثقب في النص زي بين هول اللي إحنا كنا منستخدامه وفاكر حاكي لما كنا منستخدامه في عمليات العيون حاجة كده يا رفوية حاجة عدسة سودة عدسة سودة وفيها خرم صغيرة أيوقتي باستغربها دي دي تبص يعني المريض بجاي مش شاي في لوحة العلامات خالص وعنده أربع خمس درجات قصر نظر مش شاي في لوحة العلامات لما تحط له الشريحة السودة دي أو العدسة السودة اللي فيها خرم ونص زي خرم القبل كده بص منه يشوف بدقة شديدة لأنك خد شريحة صغيرة أو شوعة ضوئي صغير من المرء حطيته على مركز الإبصار شاف بدقة دي فكرة قريبة منها إلى حد ما يعني طيب اللي سر تروا إيه بقى في المرء؟ ممكن أخطي عدسات اللي هي عدسات الشفافة تماماً ودي تؤدي لزيادة في تقعر القرنية أو في تحد بصور القرنية وده يؤدي برضو لتأثير مشابه بأنه يخلي المنطقة المركزية تعرف تقرأ كويس الحاجات القريبة انت عوضت التغير بتاع العدسة التنعين اللي قلنا عليها قبل كده العدسة كانت بتغير حجمها عوضتوا بأنك حطيتها عدسة جوة في حتة صغيرة في القرنية أمام مركز الإبصار بتقع وده بيخلي الشخص يشوف كويس ده كله في القرنية طب الليزر دوره إيه بقى في التعامل معنا؟ بالضبط، يعني ده لو إحنا بزرع عدسة لكن ممكن نستخدم الليزر نفسه في علاج القرنية أو في التخلص من نظرة القرية بأن إحنا نشوف يعني هقدر يعمل إيه في الأول بتادوا يعمله حاجة اسمها الانتراكور انتراكور ده عمل استخدمنا الفيمتوليزر في أنه يعمل، أو الليزر حتى التقليدي، أنه يعمل أنه يعمل لنا مجموعة من الدوائر دي بتؤدي لأن القرنية بيسمون متعددة البؤر في الحقيقة هنا الموضوع ده ما كانش ناجح قوي دوائر 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 في القرنية بزرط، ما كانش ناجح قوي، المرضى كانوا بيشتكوا منه وبدأوا يعدلوا الموضوع ده وبقى فيها يسمها السوبراكور سوبراكور، سنشوف السوبراكور ده يعني انتر يأتي الحروفية هي إيعني. فدينا ليست تعامل مع القرنية بشكل من نفس سيبراكور بتعمل منطقة المركزية برضو بأن نحن نخليها خاصة بالقراءة والمنطقة اللي حواليها خاصة بالرؤية البعيدة بنغير في سطح القرانية برضو بس بشكل أفضل وألطف كتير قوي من الانتراكور وده بيدينا قدرة على لك تشوف المرئيات القريبة بشكل أجيد والمرئيات البعيدة برضو بشكل أفضل ده نظر تكنيك تانية ده تقنية أفضل من الانتراكور بلا شك وده تقنية أحدث في بعض احنا بنتكلم على عدة طرق لأن التعامل مع القرانية بلليزر في عدة طرق وعدة مدارس احنا هنا كلمنا على التكنيك معين في تكنيك تانية اسمه البرس بي ماكس شركة تانية من الشركات اللي بتقود إصلاح القصر طول النظر السني عملت لنا حي يسميه البرس بي ماكس وده برضو يتعامل مع القرانية لأن فيها منطقة مركزية برضو للقراءة الحقيقة اللي بتاعت هنبص عليها في الحقيقة القريبة قراءة أو عمل زي مثلا حد بقاية حتى بيضخ أو حد بيكتب والمنطقة اللي حواليها دي للمرئيات الأبعد شوية فده عدله في شوية وفي عين بتبقى عندها قدرة انها تشوف البعيد أكتر من القريب والين تانية بتشوف القريب أكتر ده في الحضر بيتعامل ولا ده مستقل ده بيتعامل اه وتب المستقبل بقى اللي تتمنى انا كنت عايز اقول لك في حاجة اسمها بريس بي ليزك دي قصة تانية برضو بتشبه كده بس احنا بنغير في تحدي بالقرانية قوي وبنغير في عمق البقرة انما في المستقبل او حاليا بدأوا يفكروا في انهما يعني كانت بالصدفة اكتشفوا الموضوع ده انهما لما كانوا بيعملوا جراحات الفيمتو سكن ده لقى للعدس تلعين حد من أطباء عمل الجراحة دي في عين مش محتاجة الفيمتو وجد انه هو عين مفاش ما يبيضة وجد انه هو ده أصل صلح نظرة القرية فابتدوا يشتغلوا على الموضوع ده ده بصدفة بصدفة كالعادة تشتغل فيمكن ده كون فيوت شريع تناورتنا النعط وساعدت بهذا اللقاء الممتع المثير مليء العلم هو معلومات كثيرة جدا ومعلومات مثيرة جدا كالعادة الموضوع خليم بتاع التعامل مع الليزر ده كان يحتاج انحنا تأثر شوية نعمله ونعمله بقى الواحد يحتاج يعني يفرد بشكل جيد بشكل جيد آه طبعا انه هو ده هو ده الحالية الأفضل وأكثرهم أمانا انت نورتنا النعط كل شكرا وتقدير لضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم المتميز اللامع مصريين وعربين وعالميا رسيس دكتور طارق بدوي أستاذ واستشاري جراحات العيون وزميل جامعة هارفورد بالوعيات المتحدة الأمريكية الاسم اللامع الكبير نورتها دكتور طارق خليكم معنا واتروحش فيها تتالي